موسيقى السلام عليكم أصدى الله أوقاتكم بكل خير أحييكم وأدعوكم للتواصل معنا عبر حلقة جديدة من برنامج فضاءات نبدأها بجولة في آخر الأخبار والإصدارات الثقافية موسيقى 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 جهود حثيثة أثمرت أخيراً عن موافقة منظمة اليونسكو على وضع مدينة بابل الأثرية في جدول أعمالها تمهيداً للتصويت على ضمها ضمن لائحة التراث العالم مزيداً من التفاصيل في هذا التقرير لأول مرة ومنذ عام 1982 استطاع ملف مدينة بابل الأثرية اجتياز اللجنة التقنية لدى اليونسكو والمتخصصة في تدقيق ملفات التراث العالمي ليحال الملف بعدها إلى الهيئة الاستشارية لليونسكو والمعروفة بالإيكوموس للبدء في عملية التفاوض والتقييم وصولاً إلى الموافقة أو عدمها بتسجيل بابل ضمن المواقع الدولية على لائحة اليونسكو فريق الايكوموس هو فريق تخصصي سوف يخرج بعدة توصيات تكون ملزمة للحكومة المحلية والحكومة الاتحادية في تطبيقها كما سيرفع خلال توصياته ربما خطوط حمراء تمنع الإدراج نتمنى أن نكون قد وفينا بجميع الشروط التي تتطلبها اليونسكو وإن شاء الله سيكون لتوصيات فريق الايكوموس الجانب الإيجابي وسيكون ملف إدراج بابل في القريب العاجل إن شاء الله ستكون بابل على لائحة التراث العالمي أمل يتمسك به القائمون والناشطون ضمن هذه الحملة وهم يرون هذا الرمز التاريخي الضارب في القدم جدير أكثر من غيره بدخول هذه اللائحة الدولية وأن يحظى بالعناية والاهتمام الدوليين خاصة في ظل عدم اكتراث حكومي عراقي وعدم ترويج يناسب قدر الملف وقيمته الجهد المفروض الذي يجب أن يكون ليس فقط جهد متعلق محافظة بابل بابل هي لكل العراقيين بابل لكل الطوائف والأديان فيجب أن يكون اهتمام من قبل جميع بهذا الموضوع ألاحظ أنه ما قفد اهتمام من الحكومة المركزية أو حتى الحكومة المحلية لا يوجد اهتمام كامل بهذا الموضوع الفترة التي كانت هي فترة الاهتمام بجهود شخصية من قبل بعض المنظمات وبعض الشخصيات الإعلامية أما كجهد حكومي ومحلي أو مركزي لم يكن بذلك الجهد المطلوب إهمال لم يغادر بابل وأخواتها من المواقع الأثرية العراقية فالاهتمام الحكومي بهذا الصرح التاريخي بات دعوبا على انتهاز رمزية هذه المدينة والاستفادة من سمعتها العالمية ومبانيها الأثرية في تنظيم بعض الفعاليات والمهرجانات واستغلال كل ذلك ماديا وإعلاميا عانت بابل من إهمال كبير من الحكومات المتتالية بعد السقوط بعد 2003 عانت إهمال كبير كون أن جميع الحكومات التي صارت في بابل أخذت من بابل ولم تعطيها أخذت منها المهرجانات وواردات المهرجانات ولم تعطيها ولكن آن الأوال لأن تكون بابل مدرجة في لائحة التراث العالمي وتكون من أهم الأمور التاريخية في العراق ومنذ عام 1982 وحتى عام 2015 فشل العراق ولأربع مرات في إدراج بابل ضمن لائحة اليونيسكو للتراث العالمي بسبب أعمال ترميم أو بناء منشآت شوهت معالم المدينة وأخلت بقيمتها التاريخية ما دفع القائمين على الملف هذه المرة إلى تلافي كل العقبات أملا في تحقيق هدفهم وهدف كل العراقيين شارع في مدينة الكوت يجمع النخبة المثقفة ويخصده عشاق الشعري والرسمي والمسرح تعالوا لنتعرف على هذا الشعر قبر هذا التقليل بدأ بأكشاك متفرقة للكتب لكنه توسع بمرور الأيام ليستقطب العشرات من مثقفي مدينة الكوت على اختلاف اهتماماتهم ومع ازدياد القبول والإقبال عليه تحول إلى فعالية اسبوعية تقام عصر كل يوم جمعة وبات يسمى بين أهالي المدينة بشارع دجلة ثقافية على غرار العديد من المبادرات العراقية الثقافية المعروفة مثل شارع المتنبي والشارع الحبوبي في محافظة الناصرية يأتي شارع دجلة ثقافية كمبادرة ثقافية رأينا من خلالها العديد من المبادرات الثقافية الثانوية هذه المبادرة مبادرة مستقلة تماما وهي تأتي كمبادرة محترفة لأن النشاطات الثقافية في كل العالم نشاطات الثقافية المحترفة تأتي مستقلة وتأتي من القطع الخاص أي أهلية لأن تدخل الحكومي ربما يعرضها لبعض الروتين ولبعض الأمور التي حقيقة لا تتلاءم مع الفن والثقافة ونشاطهما وفي الهواء الطلق انطلقت قريحة الشعراء وأصبح العشرات منهم يقصد الشارع للبشاركة في أماسيه الشعرية والأدبية كما بات شارع دجلة مسرحا تقام على خشبته روض لمسرح الشارع بالإضافة إلى معروضات الكتب والمطبوعات والمقتنيات والأنتيكات النادرة والأثرية في توسع بات جاذبا لعديد الشرائح حتى الانتهازيين منهم والنفعيين أصبح شارع دجلة الثقافي المتنفس الكبير للمحافظة للأمانة أقول حتى المسؤولين بدأوا يرتادوا هذا الشارع بصراحة أقولها ليس حبا للفن ولا للثقافة مجرد قضاء وقت ولم يدعموا هذا الشارع لا دعما معنويا ولا دعما ماديا ولم يعيروا أي أهمية إلى هذا الشارع مع العلم الأمم تبنى بمثقفها وبمبدعيها لكن شارع دجلة الثقافي ورغم تجاهله رسميا يبقى مجالا راحبا يجمع في فضاءاته الشاعر والأديبة والمسرحي والرسام والمصور ومتذوقي الفنون ومحبيها وهواتها لأجل كل بدلوه ويضيف لمسته الفنية على الشارع الذي صار أحد المنجزات الشعبية في مدينة الكوت وأحد أبرز نشاطاتها الإسبوعية شارع دجلة الثقافي المتنفس الواسطي الثقافي لأبناء هذه المحافظة من أدباء وفنانين كل يوم جمعة عصرا تشاهد الإقبال الكبير من الأدباء والفنانين من محبي الأدب من القراء باعي الكتب حتى نطلع عن الروتين وبيع الكتب فقط هناك فقارات ضمن فعاليات شارع دجلة الثقافي من ضمنها أماسي دجلة الشعرية من ضمنها مسرح الشارع أيضا فن تشكيلي فن فوتوغرافي الدنيا تنست بجنة وأجدت الكوت وخلي سويسرا وباريس هم تزعل أمام السدة يسقط طول غصن البان وأمام خدود دجلة الورد خليذبل مو قصة مدح بس بش عشق قانون الحبيب بعين محبوبة يصير أجمل حتى صويحبي اللي يسئل على العنوان قلت لو داعتك ما يتيه ليسئل يمساب عضلع جواب هر الشريان تلقاها نبض كتابه ومأصن ولا ندعوكم لمتابعة فقرة هذا كتابي أنا الرواي الأردني يحيي حمدان وهذا كتابي رواية بين مصرعين الصادر عن دار الغاية للنشر والتوزيع في عمان رواية بين مصرعين والتي صدرها حديثا هي رواية تتحدث عن الفقر ومخرجات الفقر وآثار الفقر على الإنسان الفضاء المكاني للرواية عمان الفضاء الزماني ما بين عامي 1971 و2011 هي رواية متعددة الشخص متعددة الأبطال الراوي الرئيسي للرواية هي امرأة فنانة خرجت من بيئة فقيرة معظم أو جل أقاربها وأهلها يقعون أو وقعوا تحت براث الفقر المطقع الذي أفقد والدها قيامه ووجوده وإنسانيته ليمتلئ قلبه بالحقد والحسد والضغينة حتى على أهله ووالده فانسلخ عن أهله الذين يقتلون في وادي الحدادة تحت ظروف بائسة وحياة صعبة وهرب في محاولة لبناء مجد يرتجيه أو يبحث عنه وخلال رحلته وهو البطل الرئيسي للرواية وهو اسمه حجاج يتعرض لحالات كثيرة من الدل والإهانة والقهر ثم يهاجر خارج البلاد ويخلف وراءه زوجته وابنته سهى وسهى تعني الكوكب المشاع الذي لا يرى لتخرج سهى وتترعرع عند عمها الذي يحاول الانتقام من والدها بفرض سيطرته على ابنته ابنته أخيه ويحاول إذلالها ويكون لهذه الفتاة الصغيرة الدرع الحامي والسد المتين هي زوجة عمها حيث حمتها ورعتها إلى أن أكملت الثانوية العامة ثم ردتها إلى أمها التي كانت قد تزوجت من شخص آخر كان يعمل عنده والدها لتتعرض هذه الفتاة إلى اضطرابات نفسية وعصبية كبيرة وتنتج لها المحور الرئيسي ضيفنا لهذه الحلقة الخبير التربوي الأردني الدكتور إبراهيم العران تابعوا معنا حوارنا مع ضيفنا لهذه الحلقة ولكن بعد هذا الفاصل أهلا بكم من جديد وحلقة جديدة من برنامج فضاءات طيفي لهذه الحلقة الخبير التربوي الأردني الدكتور إبراهيم العران حاصل على درجة الدكتوراه في الفلسفة من جامعة النيلين في السودان عام 2004 عمل معلما للغة العربية ومديرا لبعض المدارس الأردنية عمل مشرفا تربويا لمبحث اللغة العربية في المدارس الأردنية عمل مديرا لعدة دوائر تربوية في الأردن كتب المقال السياسي وله عدة مؤلفات في التربية والأدب يرأس ملتقى النهضة للتعليم والثقافة فاسمحوا لي أن أرحب بضيفي مرحب بك دكتور إبراهيم ضيفا على فضاءات وبكم شكرا جزيلا لهذه الاستضافة التي أتمنى عليه جلة قدرته أن نوفق فيها لأداء دورنا في البيئة العربية تربويا وتعليميا حياة الله دكتور إبراهيم بدي أن نتحدث عن المستوى التعليمي في المدارس العربية بشكل عام أنا حضرتك عملت معلما لمادة العربية ومديرا لمدارس عدة مدارس في الأردن ومديرا لعدة دوار تربوية ومشرفا تربويا يعني الآن المشهد التربوي التعليمي أمامك واضح جدا عندما نعود إلى عقود قريبة كان مستوى التعليم أفضل بكثير من مستوى التعليم الآن مع التوفر التكنولوجيا وكل أدوات التي تسهل العملية التعليمية الآن يعني كانت مراحل العقود الماضية كانت هناك صعوبات في الوصول إلى المدرسة توفير مسلزمات الدراسة هذه الصعوبات كثيرة كانت الآن كلها مسهلة لكن مستوى التعليم ضعيف الآن وهذا مؤشر يعني لا يمكن أن يخفى على أحد يعني بيدي أن نسمع رأيك في هذا المجال شكرا جزيلا على هذا السؤال الشمولي والذي يحتاج لربما لجلسات طويلة ومطولة فلربما نلتقي في بعض ما أوردت ولربما نفترق بعض الشيء التربية والتعليم كجنحي طائر ليس لأحدهما الغنى عن الآخر فأنت عندما تتحدث عن البيئة العربية هي واحدة من هذه المناطق أو المنطقة العربية من أقصاها إلى أقصاها من هذه الكرة الأرضية من هذه البسيطة فما حل بالعالم نتيجة دخول التقنية والتكنولوجيا الحديثة وأمور التواصل بالتقنية والتكنولوجيا بأعلى مستوياتها حل في عالمنا كما حل في العالم الغربي ولكن كان الغرب مؤثرا فيه وصانعا له ومن هذا الباب يمكن النظر على أن التعليم والتربية في عالمنا العربي لربما كان في الزمن السالف أفضلا مما هو عليه الآن لأسباب كثيرة جدا أولها هي منظومة القيم التي رسبت ورسخت فينا وفي الناشئة سواء أكانوا صغارا أم كبارا تتحدث عن منظومة استجلية وأخذت من الدين الحنيف من العادات ومن التقاليد من النظرة الأولية للمعلم الذي كان كل شيء كان هو المعلم هو الصحفي هو الذي يعلل الفئة الأخرى هو الذي يقوم بخطبة الفتيات ويزوجهن هو خطيب الجمعة وكل شيء وبقيت التربية العربية تراوح مكانها في هذا الفهم رغم دخول هذه التقنية والتكنولوجيا الحديثة بمعنى لأختصر في الرد على هذا التساعل الطويل أننا ولجنا إلى العالم إلى الألفية الحادية والعشرين دون أن نكون مهيئين أو قادرين على مواكبة العصر الذي نحن فيه الآن لأسباب كثيرة جدا أننا لسنا صناع تكنولوجيا ولا أدوات تواصل اجتماعي لم نكن نحن أهل النت ولم نكن نحن أهل الفضائيات في البدء فالعالم قد أوصلنا إلى غاية لربما غيره محمودة في أنه يملك أدوات التفكير في حين أننا بقينا على كلاسيكيتنا على طباعنا على ما ورثناه عن الآباء جيلا بعد جي وبقي المعلم العربي يراوح مكانه من المحيط إلى الخليج نعم والآن بدأ يتعرف على هذه التكنولوجيا بدأ يأخذ فيها ولذلك نستطيع القول بأننا نتأخر عن العالم بدرجات في هذا الشأن وقد انفلتت الأمور من نصابها الطبيعي وذلك لأن البعض أصبح يعلم وأصبح قادر على مواكبة الآخر مواكبة العصر الحديث مع الآخر الإفادة منه والبعض الآخر بقي يراوح مكانه فتجد في مدارسنا المعلم الواعي الناضج وتجد معلم متوسط وتجد المعلم الذي لا يملك من أدوات حتى المعرفة أبسطها المعرفة الآن على قارعة الطريق لمن يرغب وأستشهد بالواقع حيث ظهرت الآن سلوكات على الطلبة أو ما يعرف بالتنمر في الأوساط العربية بشكل يندى له الجبين في المدرسة العربية يعني الطالب يتنمر على المعلم يتنمر على البيئة يتنمر على المعلم يتنمر على المدرسة على الإدارة على ولي الأمر نعم لماذا أن تفضلت الحقبة الماضية لأننا كنا نأخذ بمنظومة القيم التي استمددناها من ديننا الإسلامي لكنها في زمن العولة ما أصبحت الآن مضيعة نعم لا شك دكتور بايم ذا سمحت لي أنه هناك منظومة قيم كان يعني يتلقاها الفرد في البيئة في المجتمع في الشارع في القرية في المدينة يذهب إلى المدرسة وهو هناك بناء خلقي أنه هناك احترام لما هو أكبر سواء كان علما أو عمرا ركزت حضرتك في هذا الجانب هذا الحديث على دائما تذكر المعلم المعلم هو مصدر المعرفة المعلم هو يعني هو الأساس يعني أعود إلى تلك المراحل أنه كان المعلم قائدا كنا ننظر المعلم هكذا كان يأتي المعلم وعندما أتذكر أيام الابتدائية يأتينا المعلم وكأنه نجم سينمائي نعم يعني قمة الأناقة والمنديل والعطور ويدخل للصف وكأنه نجم سينمائي لذلك نحن ننبهر بهذا فكنا نتلقى منه المعرفة وأيضا نتعلم من سلوكياته سواء في الملبس في النطق في الحركة في كل السلوكيات فكان قائدا لماذا الآن لم يعد المعلم قائدا يا سيدي هذا يقودني إلى أن أصل وإياك إلى رسالة مفادها نعم أن كل المؤسسات التربوية في العالم المتقدم الآن الذي حقق درجة مرموقة في اختبارات البيزة على وجه الخصوص هذه الدول العشرة الأولى تضع التعليم من منظورها أنه ضرورة وطنية ومعنى ضرورة وطنية أن رأس الهرم رأس الدولة تجد بأنه يأخذ بنفس الرسالة التي يريدها للمجتمع ومنهم تقدمت سنغافورة تقدمت ماليزيا تقدم اليابان تقدمت دول العالم الرسالة في البيئة العربية كانت واضحة المعالم الذي تفضلت فيه أن المعلم قدوة لأنه هو حامل نشئ هو المربي بالدرجة الأولى هو حامل منظومة القيم هو القدوة ونحن تعلمنا كنا نترسم خطى معلمينا كنا نترسم خطى مدراء مدارسنا كنا نترسم خطى مدراء دوائرنا ولذلك كنا مبدعين في تلك الحكمة الزمنية الآن انفلتت الأمور من عقالها لم تعود منظومة القيم موجودة المعلم يتعامل مع مهنة التعليم كأنها وظيفة يقتات عليها أو يأخذ راتبا منها يوم ملكت الرسالة من ولي الأمر أنه يريد معرفة يريد جانبا مهاريا في الطالب يريد أن يكون ابنه على درجة من الوعي وعلى درجة من النظام على درجة من الاحترام فلذلك كنا نحترم كبارنا ونوقر صغارنا نعطف على المريض على ميسور الحال إلى آخر ذلك فكانت التربية تتناول من قبل الجميع وهذا ما نتمنى على الله أن يحصل في عالمنا العرب الآن أن نكون محصنين بمنظومة القيم التي غادرتنا منذ فترة زمنية بحكم أن حرية الفرد حرية الجمعة تتطلب انفلاتا وليس هذا المراد من الحرية الحرية تنتهي بمجرد أن تحل حرية الآخر أن يريد أن يمارس رؤيته أن يمارس مواهبه وأن يمارس ميوله هذا معنى الحرية وليس الانفلات من كل ما هي ضوابط حياتية في حياتنا نحن كعرب ونحن كمسلم من البسؤول الآن عن هذا الوضع الذي وصل عليه ليس فقط المستوى التعليمي لكن شخصية المعلم هذا القائد أو هذه القدوة يعني مؤكد عندما وعود أيضا إلى تلك المراحل أنه لا شك أن هناك مؤسسات عليا توجه أو ربما تتدخل في اختيار اختيار المعلم يعني كان في الغالب يأتينا المعلم يعني إلا استثناءات دائما هذه الأناقة وكما قلت ربطة العنق والمنديل والعطر وكأن هناك مؤسسة توجه بأن يكون المعلم بهذا الشكل أين غابت أو دور هذه المؤسسات يا سيد عودا على بدء قلت بأن رأس الهرم بتلك الدول يعني لا أخفي عليك أنه في اختبارات البيزة والتمس نعم وتخضع لها مجموعة من الدول العربية وجاءت في ذيل القائمة الدول التي تقدمت هم يأخذون على أن مهمة التعليم والتربية هي مهمة وطنية تشمل القاصي والداني ولا أخفيك ولا أفشي سرا إذا قلت بأن حكومات تتغير حال الإخفاق في هذه الاختبارات هذه الاختبارات التي تحث على التفكير وهي تشمل الجانب القراء وجانب الرياضيات وجانب العلوم تنحى حكومات في حال أخفقت هذه الحكومات في أن تؤدي دورها في التعليم الراقي التعليم الذي يصل إلى الاستقصاء إلى البحث إلى التفكير إلى الإبداع إلى الأسئلة الناقض إلى التفكير الناقض إلى التساؤلات إلى إحياء الاستقصاء وهذا كان موجودا في زمن الدولة العباسية وما سبقها وكان موجود في البلاد العربية وقد عملت عليه وليس ببعيد أنه في كل الوطن العربي كانت منظومة القيم حاضرة المنظومة تجدها تملك من الأسرة إلى المدرسة والمدرسة كانت حاضنة بدل الأسرة ومن الأسرة إلى المؤسسة إلى المحيط الخارجي إلى مؤسسات المجتمع المحلي إلى المسجد إلى الكنيسة إلى الوزارة إلى التنمية إلى الزراعة إلى كل مؤسسات الدولة وتعمل على تحقيق هذه المنظومة الآن نحن بحاجة إلى رجال بحجم دولة الرجال الذين نقصدهم الواعين المدركين الذين ليسوا بحاجة إلى تعليم أو إلى إضافات هم يملكون ناصية المعرفة من أوسع أبوابها لأنها موجودة كما قلنا في البلد لدي أيضا دكتور براهيم أدخل في تفاصيل منهج التعليم نتحدثنا في عموميات نعم يعني أتذكر أن في العراق كان درس اللغة عربية نعم يبدأ مع الطالب من الأول الابتدائي إلى الثاني إلى الثالث إلى الخامس في الخامس ابتدائي يبدأ أو تبدأ المدرسة تعلم الطالب لغة أخرى وهي لغة الإنجليزية نعم أو في مدارس أخرى تعلم الإنجليزية والفرنسية لماذا هذا المنهج تغير الآن يعني يفترض أو هكذا كانت القيمة التعليمية أنه يجب أن يتقن الطالب لغته العربية ثم ينتقل لتعلم لغة أخرى أربع سنوات تركيز على درسه العربية ثم في الخامس الابتدائي يبدأ تبدأ المدرسة تعلم الطالب لغة أخرى وتعلمه أبجديات اللغة أو بشكل مبسط لماذا الآن بدأت المدارس العربية تعلم الطالب لغة أخرى بنفس الفترة وربما تسبق فترة تعلمه للغة العربية يعني هناك مدارس في بعض الدول العربية أنه التلميذ اللي هو عربي لا يتقن لغة عربية بل لا يتحدث بعربية يتحدث لغة الإنجليزية وأنا عندي أصدقاء في أحد الدول العربية أن يتحدثون مع أبنائهم باللغة الإنجليزية نعم يا سيدي هي وجهات نظر لكن بأمان كوني مدرس للغة العربية أن المنهجية التي تحدثت عنها هي الأولى أن يؤخذ بها بمعنى أن يؤسس الطالب في البلاد العربية على اللغة العربية لأنها هي المعشوقة نعم هي المحبوبة هي لغة القرآن الكريم حتى تورثه فكرا ناجزا ومحققا في لغته بمعنى أن يكون في المحادثة وفي القراءة وفي الكتابة وفي الإستماع نعم في مهارات اللغة العربية وكل لغات العالم هذه المهارات الأربع يجب أن يكون مبدعا فيها بلغته نعم كي يفكر بهذه اللغة وليس بلغة وليدة أو طارئة عليه لكن أنا أنظر لها وهي وجهة نظر بأنها من منظوري أنا وكأنها رؤية استعمارية أو أريد لنا أن نبدأ مبكرين مع أطفالنا نعم بكي نأخذ بلغة أخرى اللغة الأخرى الأصل أن تأتي بعد أن يهتوهضم اللغة الأصلية اللغة الصحيحة اللغة الأم وهي اللغة العربية التي تفضلت وتحدثت عنها يجب أن يتقنها الطالب ولذلك كانت مدرستنا العربية تركز على اللغة العربية في البدء حتى يتقن الطالب كل مهارات هذه اللغة من محادثة من قراءة من كتابه من استماع ولتكن لغة التفكير لديه نعم لأنه سيعبر في المحاصلة الختامية بلغته العربية عما يفكر فيه عما استقصى عنه عما ينقده عما يريد أن يحكم عليه ومن ثم لا نمانع من أن يتعلم اللغة الأخرى لكي يطلع على كيف يفكر العالم على كيف يفكر الآخر وهذه رؤية لكن تفترق المدارس البعض يقول بأنه لا ضير من الأخذ بلغتين معا فئان واحد هذا الذي تفضلت فيه صديقك ذاك الذي يتحدث مع أبنائه بلغة وليدة أو بلغة طارئة هي اللغة الإنجليزية لأن يعتبرها من باب الثقافة أو من الترف الفكري والحقيقة أن تكون إذا أردت أن تحقق في الواقع قيمة للغتك يجب أن تكون متقنا لها قبل أن تتقن اللغات الأخرى ونحن لا نمانع من أن يكون لدى الإنسان لغة ولغتين وثلاث لغات لكن بعد أن يتقن لغته العربية وتلاحظ الآن كم حجم الخلط في الشارع العام في كل البلاد العربية ما بين اللغة الأصيلة واللغة الهجينة أو اللغة الوليدة أو اللغة الطارئة سواء أنها كانت اللغة الإنجليزية أو اللغة الفرنسية أو أي لغة عالمية أخرى حتى أن البعض قد أحلها في يافطات المتاجر والمحلات التجارية وأخذ يتندروا بذاك الإسم الأجنبي أو غيره وهي لا بعضهم صار يكتب الواجهات المحلات باللهجة المحلية يستبدو الحروف هذا باللهجة المحلية هذا خطر آخر هذا خطر آخر وداهم ويجب أن نحول يعني عامة الناس عامة الناس سيتقبلون الأمر بعفوية لا يعرفون أنه هناك هناك قصدية بهذا نالك قصدية أنا لا أستبعد القصدية في هذا الموضوع نعم هذه الأمة تعرض لمؤامرة يعني استهداف عقيدتها استهداف لغتها استهداف انتمائها أنتم كالمسؤولون عن هذا الأمر باعتبارك حضرتك عملت مديرا لعدة دوار تربوية في الأردن ومشرفا تربويا ألم يكن لكم قول في موضوع في هذه التفاصيل لا سيما موضوع تعليم اللغة العربية وهي الهوية هي الانتماع أو هي الجانب الأهم في الانتماع يا سيدي أشكرك لهذا السؤال وهنا كانت الأمنية أن لا تكون هذه الرؤى رؤى فردي للمسؤولين وكل مسؤول لوحده لكي يبحث عن طريق مستقل لكي يعمد إلى إنجاز مهمة ما كنا نتمنى أن يكون هناك مؤسسية على مستوى وزارة التربية والتعليم وأن تكون المنهجية واحدة والرسالة مفهومة منذ من خلال المستخدم أو الذي يقوم على تنظيف المدرسة إلى أن يصل إلى قمة الهرم في التعليم ألا وهو وزير التربية والتعليم كنا نتمنى أن تكون هناك وضوح في الرؤية وضوح في الرسالة لكي نكون في مصاف الدول المتقدمة بهذا الشأن كانت هناك اجتهادات شخصية ولا أخفي على الأخ بأنني حللت مديرا لسبع مديريات تربية في الأردن وقد كانت لمنهجيتي وكنت أول ما أصل إلى المديرية الجديدة كنت أعمد إلى بناء قاعدة بيانات لكي أتبين الواقع من خلال ثلاثة محاور المحور الأول ألا وهو محور الموارد البشري ما هو حجم ما لدي من قيادات ميدانية سواء كانوا معلمين أو كانوا إدارات مدرسية أو مشرفين أو كوادر إدارية وكنت أتبين أعداد المدارس وحجم الاستيعاب فيها ومن ثم أنتقل إلى الموارد المادية وتتحدث عن البنى التحتية في أي مدرسة في أي مؤسسة تعليمية عن المقاعد عن الأدوات التقنية الحديثة عن المختبرات إلى آخر ذلك هو تحدث في المحور الثالث عن الجانب المالي لأنه ليس بمقدورك أن تؤدي رسالة دون أن تتوفر هذه الأشياء الثلاثة ويكون لها رصد ولها قاعدة بيانة وكنت أعمل إلى إرسائي قاعدة في المجتمع التربوي الذي أعمل فيه إلى قاعدة أشهد الله جل قدرة أن أعملت على ذلك على مدارسني خدمتي بالإدارة التربوية وهي عدلت فأمنت فنمت يا عمر كنا نحقق العدالة لكي نكون مثالا يحتذا كذاك المعلم الذي كنت تتحدث عنه في بدء هذه الحلقة ذاك المعلم الذي كان كأنه نجما سينمائيا لكي تكون أنت كنا نترسم خطأ الأوائل بدوامنا بإقدامنا على الدوام صباحا فنكون بالميدان التربوي من الصباح الباكر كنا نريد أن نصنع قادة في كل موقع تربوي أما بالنسبة للوسائل التي عمدنا إليها في المحافظة على لغتنا فأنا على مدارس سني تعليمي سواء الأولى وقد خدمت قرارة 33 عام في وزارة التربية والتعليم فكنت معلما في البدء إلى مساعد مدير إلى مدير إلى مشرف تربوي إلى مدير إداري ومن ثم مديرا للتربية وقائدا ميدانيا كنت دائما أتحدث العربية الفصيحة ما استطعت إلى ذلك سبيلا لكي أدلل للزملاء بأنها هي اللغة الأجمل وهي لغة التفكير وكنت أوصل إلى رسائلي بمنهجية ما يعرف بالأصل الحديث بالاقتصاد المعرفي أنا كنت أحقق الرسالة من خلال رسالة أرسيها من خلال لقاءاتي مع القيادات الميدانية إدارات المدارس ومع رؤساء الأقسى مع المشرفين التربويين لأحقق نهجا معينة أنا أبحث استطعت أن أجذر التميز في كل المواقع التي خدمت فيها وأحمد الله أن هناك إدارات متميزة مشهود لها بحصولها على جائزة الملكرانيا سواء أكانت بالقيادات الميدانية وأقصد المعلمين معلمين ومعلمات وإدارات مدرسية وكانت لنبوآتي ولربما يسمعون هذه الحلقة فيدللون على ذلك لدينا أتحدث أيضا سيد دكتور إبراهيم عن موضوع تسمية المراحل الدراسية لا شك أن كل الوزارات التربية في الوطن العربي متفقون على أنه السنوات الست الأولى هي البتدائية أما ما بعد ذاك تختلف أغلب الدول في هذه التسميات بعض يعني السابع الثامن التاسع بعضهم يسميها مرحلة الأدادية بعضهم يسميها مرحلة المتوسطة بعضهم بالله تسميات فقط يقول السابع والثامن أو الأساسية العليا أو الأساسية العليا وما بعد ذلك السنوات الأخيرة الثلاث الأخيرة بعض يسميها الثانوية وبعض يسميها أعدادية البعض يبدأ مثلا من صف العاشر يسميه يعني مثلا في جمهورية مصر العربية أنه الصف العاشر والإهداعش والاثناش يسمى الأول ثانوي ثاني 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 ثانوي في الأردن مثلا يسمى العاشر لكن فيما بعد يسمى الأول ثاني ثانوي وهناك إشكالات صارت يعني ينتقل طالب من الأردن حامل شهادة صف الهدعاش على أنه الأول ثانوي يقع في إشكال في مصر الأول ثانوي المرحلة التي لم يقبلها لماذا لا تتفق وزارات تربيع على تسمية واحدة ما المشكلة يا أمني من الأمان أن عود لواقع كان مسبوقا في الزمن ولم يكن هناك حدود لكن قاتل الله أعداءنا فقد حققوا مرادهم وليت الأمور تبقى على ما هي عليه وليس إلى مآل آخر أو إلى وضع أسوأ ما تفضلت به هو واقع ويعرف بالسلم الدراسي في المدارس في البلاد العربية وهي رؤى قد نفترق وقد نتفق عليها من منظور علماء النفس من منظور علماء التربية من منظور من يقننون لهذه المراحل الدراسية فبغض النظر عن التسميات الغرب يلجأ إلى احتساب سنوات التقسيم الذي يبدأ عندنا لربما في الأردن من العاشر تقسيم الطلبة إلى مسارات التعليم سواء كانت أدبي أو علمي أو صناعي يبدأ مبكرا لماذا؟ لأن الطالب ينضج في سن الرابعة والرابعة عشرة والخامسة عشرة فيبدأ التقسيم مبكرا فلذلك يكون مسار التعليمي بناء على رغبة وعلى ميول لكن نحن مثلا في الأردن على سبيل المثال نأخذ بعلامات الطالب نأخذ ثلث علامات الطالب في الثامن وثلثها في التاسع واربعين بالمئة نأخذ عفواً ثلاثين بالمئة في الثامن وثلاثين بالمئة في التاسع واربعين بالمئة في العاشر وعلى هذا نصنف الطلبة إلى أدبي وإلى علمي وإلى التصنيفات أو مسارات التعليم الأخرى وهذا بأماني لا يقودنا إلى حقيقة الرغبات التي لدى الطلبة أو حجم إدعاتهم أو اتكاراتهم أو معارفهم في مواقع أخرى السلم التعليمي يفترق لكن الذي تفضلت فيه فهي تعامل معاملة سني مراحل الدراسي يعني لا افتراب فيما بيننا وما بين سوريا ما بيننا وما بين عراق ما بيننا وما بين مصر في هذا الشأن لأنه تحتسب سنوات الدراسي 12 عاماً نتمنى على الله أن يوحد عالم العربي فيكون لنا نظام تعليمي واحد حضرتك يعني كتبت في مارسة نشاطات ثقافية أخرى وهي كتابة المقال السياسي أيضاً قدمت دراسة نقدية بتجربة الشاعر الأردني تيسير سبول الشاعر الذي ختم حياته بالانتحار بدي أن أسمع منك ماذا قدمت بشأن هذا الشاعر يا سيدي في البدايات وقد شاركت بهذه الدراسة النقدية وكنت يومها طالباً على مقاعد الدراسة وكانت هذه الدراسة حول السؤال لماذا انتحر تيسير أنا يا صديقي أسير مع المهم أدري ويمم نحو تخوم النهاية نبياً غريب الملامح أمضي إلى غير غاية وأنت صديقي وأعلم لكن قد اختلفت بي طريقي سأسقط لابد يملأ جوف الظلاء هكذا يقول تيسير السبول هذا هو تيسير في هذه العجالة تيسير السبول معذرة أن أقول بأنه لم يستطع أن يوازن ما بين الرؤى التي حلت حديثاً في المجتمع الأردني أو أن يوازن فيما بين منظومة القيم التي تربى عليها وما بين الألوج إلى العمل العام والحلول بالمراكز المتقدمة في الدولة وجد بأن الأصدقاء يفترقون يبتعدون وذاك الإرث من الحميمية ومن التربية البيتية التي اعتاد عليها هكذا هي وجهة نظري ولا أمليها على الآخر فلربما للآخرين رؤيتهم بذلك تيسير لم يستطع الموازنة ما بين ما شهد عليه زملائه الذين يتقدمون وظيفياً ولكنهم يتأخرون قيمياً وما بين واقعه الذي بدأه طفلاً وشاباً ولذلك هو كان يسير مع الوهم وييمم نحو تخوم النهاية بالعادة من خلال هذا السؤال استطعت القول بأن تيسير عدم إمكانية الموازنة فيما بين الحياة المتحضرة المدنية التي عاشها وما بين حياة الريف التي عاشها كذلك لم يستطع الموازنة أفل وفضل أن يقتال نفسه قبل موعده ولذلك أنت حارة يسير نعم رأست ملتقى النهضة بالثقافة والتعليم معروف أنه الملتقى أو المنتدى الجانب الثقافي معروف أين يصب لكن ملتقى يعنى بالتعليم يودي أن نسمع منك ما هذه المهام التي يطلع فيها هذا الملتقى الثقافة قلنا معروف أنه يتحدث عن الرواية عن الشعر عن الأدب بشكل عام أما التعليم هل يمكن لمنتدى أن يتحدث أو يمارس هذه المهام خارج مؤسسات رسمية نعم ومن أوسع الأول نعم شكرا جزيلا على هذا السؤال وملتقى النهضة للثقافة والتعليم هو ملتقى أسس حديثا مع نهايات العام 2017 نعم وقد بادر مجموعة من الزملاء المعروفون في البيئة الأردنية بدرجة انتماء عالية ووطنيين من طراز الرفيع سواء كانوا في حقول التربية أو في الجانب الأكاديمي في جامعاتنا الأردنية وقد أخذ الزملاء على عاتقهم منذ اللقاء الأول بأن يكون لهم إرثا طيبا وإنجازا كما كانت إنجازاتهم في واقع الحياة ومنهم من هو على رأس عمله للآن في الحكومة ومنهم المتقاعد لكنهم أرادوا أن يكون لهم منبرا ناطقا باسمهم ولذلك رغبنا أن يكون هذا الملتقى لا أن نضيف بناية أخرى إلى حجم المباني الموجودة في الأردن ولكن لنبني إرثا طيبا فنحن راغبون أن ننقل الثقافة هذا بشك الثقافة إلى الأطراف وأن تعطى المحاضرة التي تعطى في بيئة عمان العاصم أن تعطى للأطراف ويكون الأردنيون فيها شركاء وليدلوا بدلوهم فيها أما بالنسبة للتعليم فأسعد أن أقول لك بأن ملتقى النهضة للثقافة والتعليم أول ملتقى أردني منذ تأسيس الإمارة لهذا اليوم يستطيع أن ينقل تجربة تعليمية هي الأولى من نوعها إلى الأردن فقبل أيام سعدت بحضور وفد فنلندي من فنلندا لنقل شاشة عرض تعرف بيتي تابلت يتي تابلت وحجمها ما بين 27 إلى 98 بوصة هذه الشاشة هي براءة اختراع لشركة فنلندية وعندما تتحدث عن فنلندا أنت تتحدث عن الدولة الأولى تعليميا طبقت براءة الاختراع أو هذه الصناعة هذه التكنولوجيا الحديثة هذه الشاشة في مدرستين في فنلندا فقط نعم ونقلت الشاشة إلى الأردن وأول ما طبقت في الطرف من الأردن في أكاديمية اسمها أكاديمية جبال الطفيلة في المحافظة التي أنتمي لها وأعزها وهي مسكة رأسي نتيجة محادثات مع هذه الشركة الصانعة لهذه الشاشة اليتي تابلت وعندما تتحدث عن اليتي تابلت تتحدث عن ثلاثة ملايين تطبيق في المعرفة الإنسانية شكرا لك الخبير التربوي الأردني الدكتور إبراهيم العران على هذا الحوار الممتع شكرا لك شكرا جزيلا لفضايتكم الراعي واللاخ محمد شكرا حياك الله يكتور عزيز المشاهدين شكرا لحسن المتابعة وأتمنى أن تتواصلوا معنا في حلقاتنا القادمة من فضاءات حتى ألتقيكم في حلقة أخرى أستوديكم الله والسلام عليكم